أو تويتر أو عادة الاتصال العادي إيميل و مباشر أرواح الناس غالية وأولوية الصحة والسلامة أيضاً بحسب حديثك أيضاً أنها موجودة عندكم كأولوية يجب أن تنخفض أعداد الوفيات على الطرق أتفق تماماً طال عمرك والمملكة حقيقةً في السابق قبل يمكن أكثر من خمس سنوات كان سجلها في أعداد الحوادث والإصابات والوفيات حقيقة سجل سيء جداً كم كان؟ كان عدد الوفيات في العام يعادل 28.8 من كل 100 ألف ساكن هذا رقم يضعنا في العدد الأسوأ من الدول وكانت لذلك الرؤية من خمس سنوات ما هو يعني خلال فترة وجودي بدأ هذا العمل بيعطاء هذا الموضوع أولوية كبرى طبعاً هذا الموضوع من الستيكولدرز أو من الجهات الفاعلة فيه منفذية الطرق لما وزارة النقل وزارة الشهون البلدية والقروية والجهات الأخرى التي تنفذ طرق بكميات قليلة وعندك الجهات الرقابية المرور أم من الطرق والجهات الأخرى فتم تكوين لجنة للسلامة المرورية وضع لها تمكين كبير وضع لها مستهدفات والجيد يمكن في هذا الموضوع يمكن أبغى أشير إلى نقطة هي حقيقة شيء جديد بالتنظيم الإداري أو بالفكرة الإداري وهي؟ من الذي وضعه سمو سيدي ولي العهد رئيساً لهذه اللجنة؟ هو وزير الصحة ليس وزير النقل هو المستفيد الذي يخطر ولا وزير الشهولة البلدية والقروية ولا مدير المرور هو وزير الصحة وطبعاً الجميع موجود في اللجنة لماذا طيب وزير الصحة؟ لأنه هو الذي يتلقى عواقب هو المتضرر ولا عنده مصلح يدافع يقول لا أنا طريقي ليس السبب السبب المرور أو تجاوز السرعة أو كذا وندخل في جدالات لا هذه حقيقة أنا عندي عدد من الألاف متوفين كل عام أنا عندي إصابات مستشفياتي مليانة هذا ما هو محل الجدال فبالتالي لا بد أن نعمل سوين وكان لها أثر كبير ومملكة تقدمت ترى خلال السنوات كنا ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين في واحد وعشرين وصلنا ثلاثة فاصلة ثلاثة ترى هذا من قفاض ضخم أقل من النص أقل من النص خلال خمس سنوات وهذا ترى من درامج الرؤية التي حققت نجاح كبير والمستهدف كم؟ هو أعلى من كذا نصف ثاني نبغى نصف النصف نصل إلى أقل من ثمانية في السنة ثمانية من كل مئة ألف من كل مئة ألف في السنة هذا مستهدف بيتا موجود ترى هذا مستهدف المرض أن يحققه متى؟ لألفين ثلاثين ولكن أتوقع بالجهد اللي أنا شايفه بالعمل والتعاون اللي قائم حققته قبل هذا الموعد وعلى فكرة التقنيات الحديثة وتقنيات المستقبل قد تساعد أن حتى ترفع الأهداف إلى ما هو حد أقصى ثمانية إلى الاتجاه إلى صفر وفيات وهذه يمكن أن يأتي لها حديث في مجال آخر تعثر المشاريع يعني كان أفضل مثال يضرب فيه إذا تستشهد على تعثر المشاريع هي وزارة النقل نعم هل معاليك قادر على أنه يغير المعادلة ويغير هذه الصورة النمطية؟ شوف الوزير هو ضمن منظومة وضمن عمل أنا عندي فريق قادر ويعمل وأيضا بتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى كفاءة الإنفاق وزارة التقنيات نعمل كفريق مشترك لتحسين هذا الوضع لا أخفيك القول يعني في 2016 وصل نسبة المشاريع المتأثرة إلى رقم حقيقة كم كانت؟ 60% وصلت 60% متأثرة تأريفنا للمشروع المتأثر هو أي مشروع تجاوز التكاليف وأكثر من 20% فبالتالي التمويل لا يكفي لإستكماله أو تأخر أكثر من 20% وكان في عمل وجهد مع كل هذه الجهات اللي قوم وصلنا إلى حوالي 14% مشاريع متأثرة وهذا أيضا لا زال يعتبر حقيقة كبيرة ونستهدف إن شاء الله أنه يكون أقل من هذا بكثير خلنا أسألك عن طريق يعني واقف عند الناس هنا اللي هو طريق بحدرية يعني هل يمثل طريق بحدرية عقدة للوزراء كل وزير يأتي ما هو قادر يحله شكرا للمشاهدة